في المؤتمر الصحفي أكد بيتوركا مدرب الاتحاد خلال هذا المؤتمر الذي يسبق مواجهة الفريق أمام الوحدات الأردنية عدة نقاط أكد أنه الإقبال الجماهيري الكبير على شراء التذاكري يعكس أهمية المباراة وأكد أنه الهدف هو إسعاد وحص بطاقة التأهل بيتوركا أيضا أشار الفريق الاتحادي يسير بوتيرة متصاعدة ويتطلع إلى الاستمرار من خلال هذه المباراة وأكد أن مباراة الوحدات أو أن فريق الوحدات هو فريق جيد وتحسن أداؤه بعد حضور المدرب الجديد وأضاف أنه وضع جميع الاحتمالات أثناء اللقاء في الحسبان وأن الهدف هو إنهاء اللقاء في الوقت الأصلي وأيضا مدرب الوحدات رائد العسا فكد أنه إمكانيات الاتحاد وتاريخه في آسيا معروفة وأشار أنه على الرغم يعني من افتقاده إلى عدد من اللاعبين البارزين واثق من لاعبي فريق لتجاوز الاتحاد صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة مؤكدا أنه لم يحضر إلى جدة من أجل النسعة فقط عبدالله فلاتة يعني واضح أنه جمهور الاتحاد راح يكون يعني هو الجمهور اللي راح يحسمها المباراة من خلال كلام المدربين ما شاءت إلا أنا حتى المدرب هو مفروض يتكلم في الشأن الفني صراحة ما قدر يتجاهل الحضور الجماهيري والتفاعل الجماهيري اللي حاصل فأنا يعني ما تقدر تعلق على بسوى جمهور الاتحاد هذه المفردة الخاصة عبر السنين الاتحاد غاب فنية وغاب دارية وغاب مدرئ بقيت هذه الجماهير أبقت هذا النادي شامخ عبر التاريخ حقيقة والمواقف والمواقف كثيرة بس أنا أتمنى بكرة لو بدأت المباراة الاتحاد ربي وفقه في التسجيل ممتاز حتيمشي المباراة حتى لو لا سمح الله تأخر التسجيل فالناس لا تتفاجأ فريق الوحدات ماهو سهل حقل الغام أنا تابعت صور تدريب الفريق الوحدات يعني المدرب عامل متاريس غير طبيعية أمام الاتحاد بيلعب على تكفيل السرعات الاتحادية إن شاء الله الاتحاد يقدر يفق التكتل والجماهير الاتحادية اعتدنا مننا أن صوتها من الدقيقة الأولى إلى آخر دقيقة بتغريد الكروان صالح القرني هذا اللي حيكون له دور مؤثر ومؤثر كبير ومؤثر جدا إن شاء الله وحيقود الفريق للفوز والتأهل وإن شاء الله المسيرة تكتمل لكل الفرقة السعودية إن شاء الله الدكتور مدني يعني بالنسبة لي أخ كبير وأعزه وأقدر وأحترمه حتى وين اختلق معاه في الآراء أكيد ما في شك بهالكلام طيب كابتن حمد إيش تخاف على الاتحاد قدام الوحدات من إيش تخاف على المستوى الفني والله أنا أخاف على عامل الوقت إذا ما استقلوا أنهم يسجلوا هدف مبكر ويستفيدوا من الأرض والجمهور فكل دقيقة بتمر عليهم بتسبب ضغوط على اللاعبين نعم طيب بوريان الواضح أنه الكل يراهن على جمهور الاتحاد الجمهور الاتحاد الآن حسب الأرقام واللي الآن تعلن خمسين ألف تذكرة نفذت أنا أعتقد أنه رقم قياسي بالفعل والجمهور الاتحاد بكرة بيحسم إن شاء الله اللقاء لصالح فريقه وأنا أعتقد أنه أصلا الفريق الاتحادي فنية متفوق بكثير على الفريق الوحدات وأعتقد أنه إن شاء الله البكرة الأمر شبه محسوم للاتحاد فنيا وجماهيريا محسوم إن شاء الله تعالى هذا يعني رأي أو أنت متفارق؟ لا لا فارق فني كبير بين الفنيين اليوم ما عاد في ذاك الفارق لا في فارق ما عليش في فارق بين الاتحاد والوحدات كنت تتوقع أن مباراة السعودية في الأولمبيا مع تيلانت أنت بالنتيجة تعادل؟ ما كنا متوقعين صح؟ ما هو متوقعي لا متوقعين أنه بالفعل المتخاب الأولمبي ما هو المتخاب كراتنا السعودية ممكن تحقق لو كانت منتخبنا ما تعرض للتدخلات الفنية وبعاد المدرب يعني جسد فينا ظروف مختلفة عن الظروف فينا نعم الاتحاد الآن يعيش مرحلة يعني أعتقد أنه في مرحلة نشوة الآن بعد نتائج المتصاعدة في الدوري صحيح وفريق يعني مستقر مع مدربة بيتوركا ومع لاعبيه يعني يعيش الآن نشوة والاتحاد أنا أعتقد أنه قادر بإذن الله على أنه يحسن المباراة وفيه فرق فني كبير بين الفريقين سيحسن بإذن الله الموضوع أنا أعتقد ما يأخذ وقت مع الاتحاد والجمهور سيزف فريقه بإذن الله بكرة إلى البطاقة الثالرابعة ترجمة نانسي قنقر